اشتركوا في القناة وأكرمنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل والصلاة والسلام على الرحمة المهداد سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تعتبر السيرة النبوية العطرة عطاء متجددة يجسد مضامين رسالة الرحمة التي جاء بها سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وذلك مصداقا لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله أيضا وإنك لعلى خلق عظيم وقوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إنما بعثث لأتمم مكارم الأخلاق فكانت سيرته العطرة وسنته المطهرة مصدرا للأخلاق الكريمة ومعينا للقيم الإنسانية النبيلة من مزايا السيرة النبوية العطرة أنها سيرة شاملة لكل مناحي الحياة الإنسانية فهي تحكي لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله تعالى بالرسالة كما تحكي لنا سيرة رسول الله الداعية إلى الله تعالى بالحكمة والموعزة الحسنة وهي أيضا تحكي لنا سيرة الرسول المربي الحكيم الذي يصهر على طربية أتباعه طربية مثالية قائمة على الصدق والوفاء مع أنفسهم ومع الآخرين من غير المسلمين لقد احتفلت السيرة النبوية العطرة بنماذج حية في التعامل الإيجابي مع الآخر من أتباع الأديان الأخرى ونستحضر في هذا السياق ما ورد في الوثيقة النبوية التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر بالمدينة المنورة وهذه الوثيقة التي أوردها ابن هشام في سيرته والتي تعد أقدم دستور دقيق مسجل في العالم تتضمن المبادئ السامية لرسالة الإسلام الخالدة وذلك لما تضمنته من قيم إسلامية سامية ومبادئ إنسانية راسخة قائمة على التسامح والتعاون مع الآخر على ما فيه مصلحة البشرية وسعادتها ومن بين المبادئ العامة التي تضمنتها تلك الوثيقة التاريخية الخالدة في علاقة المسلمين مع الآخرين أولاً حماية من أراد العيش مع المسلمين مسالماً متعاونة والامتناع عن ظلمهم والاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال ثانياً لغير المسلمين دينهم وأموالهم لا يجبرون على دين المسلمين ولا تأخذ منهم أموالهم ثالثاً لا يؤاخذ إنسان بذنب غيره لش كأن هذه المبادئ السامية التي إسس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعاً جديداً وأمة إسلامية جديدة بالمدينة المنورة كان الغرض منها تحقيق الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جنعاً في كل زنان ومكان ثم إن العلاقة في التعامل مع الآخر تقوم على المبادئ الدينية الآتية أولاً حرية الاعتقاد بحيث لا يكره أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام لقوله عز وجل لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغيب وقوله عز وجل ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ثانياً التسامح وهو مبدأ راسخ في الإسلام وله شواهد كثيرة في السيرة النبوية العطرة ومن الأمثلة على ذلك تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في فتح مكة حين قال لهم ما تظلون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال لهم الرسول السمح الكريم صلى الله عليه وسلم أقول لكم ما قاله يوسف لإفوته لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم ثالثاً الوفاء بالعهد تخبرنا كتب السيرة النبوية العطرة أن النهجة الذي سنكه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته ومعاهداته مع غير المسلمين كان دائماً مؤسساً على مبدأ الوفاء بالعهد وقد قال صلى الله عليه وسلم خياركم الموفون الطيبون رابعاً الرحمة والبر وهو مبدأ قرآني راسخ أيضاً فالمسلم مدعو بأن يتعامل مع الآخر في إطار من الرحمة والبر ذلك أن الاحترام هو أساس العلاقات الإنسانية وتمدنا كتب السيرة النبوية العطرة أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فعداه عليه السلام فعرض عليه الإسلام فأسلم لاش كأن هذا الموقف النبوية الشريف أثر في هذا الغلام أيما تأثير مما جعله يقبل عرض النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم خامساً المساواة فقد أقر الإسلام المساواة بين المسلمين وغيرهم في المعاملات الإنسانية فقد أعلن القرآن الكريم المساواة المطلقة في الأخوة الإنسانية قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أبقاكم سادساً الأمن والسلام وهما مقصدان شرعيان عظيمان في الإسلام وقد عمل المسلمون على تحقيق هذين المقصدين الشريفين فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد صالح أهل إليا وآمن أهلها على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وأعطاهم أهداً على ذلك وهو المعروف بالعهدة العمارية ومن صور التعامل مع الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين على الهجرة إلى الحبشة وقال لهم إن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد وقد صورت أم سالمة رضي الله عنها وهي ممن هاجر إلى الحبشة لهجرة الأولى ظروف الإقامة في أرض الحبشة حيث قالت فنزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلم كما أن إقامة الصحابة رضوان الله عليهم في أرض الحبشة كان له أثر إيجابي على الدعوة الإسلامية فقد تأثر ملك الحبشة النجاشي نفسه برسالة الإسلام فأسلم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب فهذه نماذج حية في علاقة المسلمين مع الآخر وهي علاقة متجددة قائمة على أسس دينية راسخة جدير بالمسلم أن يستحذرها ويتمثلها أينما حل وارتحل حتى يكون خير رسول لأعظم دين ألا وهو دين الإسلام والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ترجمة نانسي قنقر